اشتركوا في القناة موضوع فيروس كورونا بعلم النفس والإرشاد ناس كتيرة جدا بتتساءل وبتقول وخايفة كمان من حاجات كتيرة جدا بتحصلها وعراض بتحصلها زي الوسوس القهري وزي القلق وزي الاكتئاب النفسي حاجات من دي بتأثر على الموضوع طبعا عشان نتكلم في هذا الموضوع باستفادة أكتر هيكون مرحبني في الستوديو ضيفي الكريم اللي برحب به ومن دولتي التانية الشقيقة السعودية دكتور صالح النفيس استشاري علم النفس ورئيس مركز فيدال الرحاء الزهنية أنا برحب محددتك كيف أنت طبعا نحن عايزين نسأل حضرتك تعريف علم النفس تعريف علم النفس تعريف علم النفس والدراسة العلمية لسلوك الإنسان تمام وذلك بهدف التوصل إلى فهم السلوك وتفسيره والتربؤ به والتحكم فيه تمام طيب إحنا بدلوقتي دكتور لو سعنا حضرتك مثلا فيه أعراض كتيرة جدا منتشرة يعني أعراض القلق مثلا يعني فيه ناس بيبقى عندها قلق لو عايزين نعرف سبب الانتشار الأمراض القلق دي إيه السبب الأساسي لهذه الانتشار الأعراض القلق سببه استجابة لعوامل خارجية تمام عبارة عن صور ذهنية بتشكل في دماغ الإنسان وهي صور وهمية صور وهمية صور وهمية تمام طيب أنا هستوقفك عن صور وهمية يعني الإنسان يعني بيتهيأ له حاجات معينة يعني مشاعر مشاعر معينة ودي ممكن تأثر بالسلبة ولا بالإيجاب ولا بالسلب بس لا تتأثر بالسلب تمام بالسلب وتأثر على الحالة المزاجية والحالة الاجتماعية والحالة الصحية أيضا تمام طيب طيب لو حضرتك بقى عايزين نعرف بقى إمتى المريض إمتى المريض بنحس عليه أنه ظهر عليه أعراض قلق يعني مثلا أهلم اللي ممكن يعرفه ولا هو كشخص يعرف أنه عنده ألأ هو يعرف المركز إزاي بقى يا دكتور إيه الأعراض اللي بتظهر عليه أنه يبدأ في أي مشروع ويتراجع يبدأ ويتراجع آه يعني يخد قرار لمشروع مذبذب الخطوات آه مذبذب الرأي والخطوات والخطوات تمام يعني طب والخطوات الصحيحة اللي ممكن يعملها عشان يتجنب الألأ القلق مثلا الخطوات الصحيحة لتجنب القلق الحوار مع الذات الحوار مع الذات نعم مثلا يبدأ بثلاثة خطوات الخطوة الأولى القرار أنه يشوف أنه هذا الموضوع يعني يأثر على حياته ويأثر على صحته فيحاولوا أنا قلقت إيش المناسبة أو إيش راح يضيف للقلق إذا كانت الإجابات بالنفي اتخذ قرار أنه يوقف هذا القلق تمام إن لم يستطع أو كانت درجة القلق مرتفعة يحول على الخطوة التالية خطوة التالية وهي الحركة يتحرك على طول الحركة كما قالوا بركة تمام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال فكانت حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلى الله عليه وسلم لكن نقول لكل إنسان حركة تناسبه اعمل الحركة التي تناسبه يسبح يصلي يتفرج على أفلام يقرأ كتب يجري يلعب رياضة الحركة التي تناسب كل شخص طيب يعني دي إرشادات من حضرتك بالنسبة لتجنب القلق نعم دي إرشادات يقرأ يلعب رياضة يعمل أي حاجة إنه ما ما تشغلش يباله بالأشياء السلبية اللي ممكن تعمله أوهام صحيح كده طيب خليني بقى روح معك دكتور عن مرض كورونا أو فيروس كورونا العامل زعري للعالم كله بشكل مختلف تماما إحنا النهاردة عايزين نوصل رسالة للوطن العربي اللي بيسمعنا ومصر عايزين نوصل لهم رسالة إن ده فيروس زي أي فيروس إحنا بناخد الإرشادات بتاعة وزارة الصحة وبنعمل بالإرشادات لإحنا إنت بتاخد بالأسباب والباقي على ربنا سبحانه وتعالى فأنت دلوقتي عايزين نطمن الشعب ونقول لهم إيه نتعامل إزاي مع فيروس كورونا أنا شخصي تمام أول ما طلع فيروس كورونا تكلمت مع الفايروس نفسه حضرتك تكلمت معه نعم تمام من فيروس كورونا تعرفت عليه وتعرفت كيف يوصل وتعرفت كيف الوقاية منه تمام وأخذت الأحتياطات والتعليمات حق الطباء ووزارة الصحة تمام وعملت لنفسي برنامج اللي هو الحماية أو الحماية من المرض الكورونا وما فكرت فيه أبدا خالص خلاص تمام تعقيم غسل يوميا ابتعاد على المناطق المستحمة منع الزيارات وخدت الاحتياطات العلمية الطبية العلمية الطبية تمام فما عدت ساري شاني طيب طبعا لو اتكلمت مع حضرتك وقلت أني مثلا مرض كورونا أو فيروس كورونا يعني علم النفس ممكن يأثر عليه بالقضاء عليه سبعات حدي السؤال فيروس كورونا علم النفس ممكن يأثر عليه بالقضاء عليه نعم إذا كانت النفسية إيجابية معنويات مرتفعة ما تصيب كورونا وغير الكورونا يعني المرض المرض معتمد وإن إحنا بنقول لازم النفسية نعم لازم تكون النفسية معنوياتها مرتفعة جدا تمام يعني لازم النفسية تكون مرتفعة جدا عشان طب هل الخوف الخوف بيقدي فعلا لضعف المناعة الخوف سلوك مدمر للإنسان والخوف أصلا لا وجود له الخوف موجود بس في عقل الإنسان لكن الخوف ما هو سلوك ملموس والخوف غريزة ممكن توظفها إيجابي ممكن توظفها سلبي إحنا إنا ننصح إنه الإنسان يوجه الخوف بطريقة إيجابية يعني الخوف من الله الخوف من ظلم الناس الخوف في أخذ حقوق الناس ده موضوع جميل جدا يا دكتور الحديد بتكلم فيه اه ايه فقط أما الخوف من أي شيء اللي نملكه هذا وهم يعني الخوف من غير الله ده حاجة وهم حاجة وهم ده مصطلحة يعني ممكن أنا بحي حددك عليه جدا أنا أراهن إنه في شيء خوف آآ ملموس ما فيش حاجة ملموس ما فيش غير الخوف من الله لو حطوا أجهزة لو حطوا هي خلايا في الدماغ آآ يعني الشعور موجود الخوف الحب العاطفة كله موجود طيب لو سألت حضرتك وقلت لك عايزين نوصل برضك رسالة رشادية وتوعوية وتسقفية لشعب المصري إنه هو يتعامل مع فيروس كورونا إزاي حقيقة رسالتي إنه عدم الاستهتار بالتعليمات في المقام الأول والأخير تعليمات وزارة الصحة وزارة الصحة العالمية كمان تمان في التجمعات في الزيارات في الخروج عدم الاستهتار بأي تعليمات من الحكومات يعني إحنا عايزين نقول مثلا يعني النهاردة الناس الإحصائيات بتقول إن الحكومة والدول التانية بتقول إن المرض بيصيب أكتر اللي هم عندهمهم فوق سن الخمسين وعندهم مرض شيخوخة وسكر وضغط وحاجات من دي فإحنا دلوقتي عايزين نبصر رسالة للشباب اللي مستهون بالمرض يعني واحد النهاردة بيشوف لا لا الإحصائيات شاملة شباب كبار أطفال شاملة يعني غلطان اللي يقول هذا اللي ضعيفين مناعها فقط أو كبار السن هذا كلام مصحي الكورونا إحصائياتها بتصيب أي أحد طيب يا دكتور لو برضوك عايزين نرجع للإرشادات الصححية حالك قلت إنه لازم ما يخافش ولازم يتعامل مع المرض إنه هو خده زي وفيروس زي درق برد بالنسبة له إيه الإرشادات اللي ممكن برضوك يستفد بها المريض أو حاجة زي كده ما يفكر فيه أبدا ما يفكرش فيه ما يفكر خلاص ما يشغلش باله يعتبره فيروس زي أي فيروس 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 عادي انفلونزا فيروس انفلونزا هو دكتور برضوك قاله إن الفيروس يعتبر أضعف فيروس وبعدين بيتنقل يا دكتور يعني ما بيتنقلش عن طريق الجو يعني دي برضوك قاله إحصائيا المرض بيتنقلش عن طريق التلامس عن طريق مثلا نسكت بقبط طلعت برة عملت مع حد عفوا نحن ليش يعني نعطي الحاجة أكبر من حجمه الفيروس كورونا أخذ أكبر من حجمه والإعلام ضخمه حقيقة ده الإعلام ككل أي الإعلام ككل آه تمام فإحنا نقول يعني كل إنسان طب إحنا لي يا دكتور معلش هتقطعك في نقطة أنا آسف ليه ما نقولش إن الإعلام كان دوره قوي جدا وفعال وبيوعي الناس بشكل مختلف تماما يعني أنا شايف إن الإعلام الفترة دي أين بدور توعوي هو الإعلام ما هو مجسر جايم بيقوم بدور توعوي ممتاز جدا مئة في المئة لكن إحنا نقول استجابة المواطنين استجابة المواطنين في هذا الموضوع الحقيقة التأثير من نحن لا المبالغة فيه في الناس يعني هو قل لك الإعلام تعليماته ذات الصحة العالمية واحد اثنين ثلاثة فإحنا بمبالغ بوسوسة أكثر من اللازم فإحنا في الأخير نقول إنه واضحة جدا الأعراض تجيك الأعراض تروح المستشفى وتفحص إن ما جاتك الأعراض لا تفكر فيها لا تفكر في كورونا ما عندك أعراض كورونا طيب خلينا بقى نروح لموضوع الاكتئاب أي يعني عشان إحنا عايزين نستفاد ولإن الناس بتبعت لنا على الصفحة على برنامج مصر المحروسة جماعة اللي تابعنا على برنامج مصر المحروسة وبعتنا على الصفحة لأننا عملت الحلقة دي بشكل مختلف في علم النفس والإرشاد عشان فيه ناس كتيرة جدا عايزة تعرف عن الاكتئاب دور الاكتئاب هل الاكتئاب ليه علاقة بالقلق مرتبط بالقلق أقول لك شيء أستاذي أسين فضل الاكتئاب أمكن هو المرض أخطر مرض حاليا يعني فيه كان اجتماع للأمم المتحدة تحت عنوان الخطر القادم على الكرة الأرضية الخطر القادم على الكرة الأرضية فكان الاكتئاب والاكتئاب الحجيجة أنواع وأنا قبل ما أروح لحضرتك في أنواع الاكتئاب خلينا ناخد مدخلة تليفونية معنا خالد ألو مساء الخير فاند مساء الخير الكاتب والإعلامي والصحفي الأستاذ ياسين شعبان مساء الخير عليك فاند أستاذ خالد أزاي عمل إيه ربنا يخليك مراسل برنامجناك الجميل أزايك أستاذ خالد أزايك أستاذ ياسين وإزاي حضرتك وخليني بقى أرحب بضيفك وضيفي ولو أنه هو صاحب بيت يعني الأستاذ الدكتور صالح مساء الخير عليك يا دكتور صالح منورنا ومنور مصر يا دكتور مساء الخير نوركم الله يسلمك يا شعب دكتور يعني دكتور صالح النفيسي الأستاذ الدكتور الكبير العلم في علم النفس الباحث الكبير أنا سعيد أوه باللقاء معاك يا دكتور تسلم خالد أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة يمكن يمكن دكتور صالح النفيسي اللي ما يعرفوش في مصر شخصية من الشخصيات المرموقة أو في السعودية عندها يعني بتتعامل مع المرضى النفسيين بشكل مختلف تماما يعني يمكن هو قليل الكلام شوية بس هو في الطبيعي إنه هو يعني ناس كتيرة جدا بتستفد من علمه بتستفد من كتبه وتستفد من أشياء كثيرة جدا بيقدمها للمجتمع السعودي إحنا عايزين نستفد منه إحنا قمصريين بالعقلانية اللي موجودة دي أستاذ خالد أستاذ ياسين خليني أقول لحضرتك إنه مركز زايدة في البابلاك العربية السعودية المركز ده يعني مركز هو اسمه مركز سمع تثنيع علامي اسمه مركز فيدا مركز فيدا أو فيدا مكتوب بالآي بقى فهو يعني سمع تثنيع علامي وعمل حاجات كويسة جدا ونتمنى إنه يبقى فيه الدول العربية مثل هذا المركز واتكرر حتى تكرر علامي كمان خليني يا أستاذين بس أقول لحضرتك إنه كنت بس عايز أشير لحاجة فضل وألفت انتباهي لأستاذ الدكتور صالح لها إنه أنا وكتير من المشاهدين وحضرتك وأسرتي وأسر كتير وناس كتير قوي في حالة نفسية يعني مخيفة ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا أستاذ خالي الواقع لوباء كورونا وحالة من الخوف على المستوى الدولي أو المستوى العالمي يعني من النهاردة لما لاقي الإمبراطورية التي لا تغيب عشان هالشمس بريطانيا وفيها السيد دي جونسون رئيس الوزراء بيصاب بكورونا ورغم الطب البريطاني اللي حضرتك عارف قديم وتقدم وغيره من المشاهير وقدي إيه يعني فيه حالة من الكريت فرستريشن أو الديب فرستريشن الإحباط العميق اللي بيصبنا كلنا فيعني يريد كل البرامج تسير على خطى برامجكم في التعامل النفسي اللي النهاردة علم النفس بحس إنه أصبح علمه مهم جدا لا يقل عن العلم التجريبي وعلم الطب والهدفة وغيره بالزبط بعرضه فيه زواهر يا أستاذ ياسين قلق وسواسقات يتوتر محدش فينا يقدر ينكر إن كل بيت كل واحد فينا القلق اللي عنده بقى أخطر عليه من الفيروس نفسه وخلي بالله والتوتر اللي بيطاردنا كلنا يعني خايفين منه أكتر من الكورونا فإحنا فعلا محتاجين مثل هذه البرامج محتاجين اللي يطمننا ويخرجنا من هذه الحالة الحقيقة أنا بشكرك يا أستاذين على البرنامج وعلى الحلقة الجميلة دية أنت والدكتور صالح وربنا يزيد من أمثالكم ونشوف حلقات كتير لأن الجانب النفسي مهم جدا جدا أنا بشكرك جدا أنا بشكرك جدا يا أستاذ خالد وإن شاء الله يبقى ليك مداخلات معنا طبعا زي ما أنت في ربك في الشغل وفي الشارع يعني أنا مش عايز تطول على حضراتكم ولكن أنا بس عايز رشدة ليه الناس والقلق وإزاي التعامل معاه شكرا لحضرتك يا أستاذ أنا بشكرك جدا يا أستاذ خالد شكرا لزوءك يا فاني شكرا لزوءك دكتور صالح يمكن أستاذ خالد يتكلم برضوك في التوصيات اللي احنا كنا بنتكلم فيها والإرشادات الصحاحية للتعامل مع ظيرس كورونا بشكل مختلف احنا كنا يعني احنا يمكن قلنا الإرشادات ويمكن دلوقتي احنا نتكلم في شق الاكتئاب هل الاكتئاب احنا كنا بنتكلم في السؤال الاكتئاب لعلاقة بالقلق نعم يعني الاكتئاب الحقيقة يضم كثير من عحالات القلق والوسواس القهري والحزن الاكتئاب شامل دكتور ما هو أخطرهم على المريض القلق ولا الوسواس القهري ولا التوتر ولا الاكتئاب النفسي أخطر على المريض الاكتئاب الاكتئاب يجي المركز الثاني الوسواس القهري يعني هي تدريجا الاكتئاب ثم الوسواس القهري تدريجا نعم تمام طيب خلينا نتكلم في ما هي الأشياء الصححية أني أنا أتقنب هذه الأخطاء وما أعش في مرض زي مرض الاكتئاب أول خطوة لازم الإنسان يجلس مع نفسه تمام ويحدد في حياته ماذا يريد يكتب في ورقة ماذا أريد ورقة يكتب نعم يكتب يكتب أنا صالح النفسي ماذا أريد من حياتي ويبدأ يحط نقاط واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر خمسين مئة لنقاط ولا أهداف لا نقاط 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 تمام ويبدأ العمل عليها وعدم الالتفات لأي مؤثر خارجي زي إيه دكتور زي إيه مثلا مؤثر خارجي مثلا مثلا كان هو يبغى مثلا يطلع كم تنطيار وقرر أنه يصير كابتن طيار أو قرر أنه يصير مطرب أو قرر أنه يصير مهندس ففي مؤثرات خارجية الوالدية مثلا الأصدقاء المجال هذا ما نمستقبل هذه ما يستجيب لها هذه مدمرة خلاص أنا مكتنع وأتخذ قراري أني أصير كابتن طيار أو أصير فنان أو أصير أو أتفر من المهن اللي أنا أرغبها يكمل فيها ويتعلم ولا ينظر لأي وجهة نظر خارجي ما يلتفتش لأي حاجة خارجية أبدا من أقرم الناس له حتى من والديته ويكمل هذا راح يعيش حياة سوية ولا راح تأثر الحقيقة في في مشروع مستقبله ولا راح يصيبوا أي حالة أبدا طيب دكتور العرض بتاع الاكتئاب يعني إحنا مثلا أكثر ناس بيصيبهم الاكتئاب الأعمار السنية أنهي بالزب والله الاكتئاب من مرحلة يعني مثلا المراهقة مراهقة خمستاشر سنة يعني أيوة إلى سبعين سنة ثمانين سنة موكرا يمكن أنا قرأت في كتاب أثبتت الدراسات يعني الأمريكية أني بيقول لك حوالي تمنمائة ألف شخص حول العالم بيانتحروا بيستقدمون على الانتحار والموت لذلك أنا قلت قبل شوية منظمة الصحة العالمية تحت عنوان في عام الفين وواحد كان تحت عنوان مؤتمر الخطر القادم على الكرة الأرضية الخطر القادم على الكرة الأرضية أي تمام زي وزي الآدز طب دكتور ده لو مقدر الله حصل هنتعامل معه زي مستقبليا يعني لو حصل هنتعامل مع مرض زي ده زي ما إحنا نقول أفضل شي الوقاية خير من العالم صحيح الإنسان مثلا أول ما يحس بأعراض أول ما يبدأ مشوار حياته عفوا أول ما يبدأ مشوار حياته يجي يتصل بأهل الخبرة أيوة يقول لهم أنا أبغى أعيش حياة مرتاحة كيف فيعطوا له الخطوات اللي يمشي عليها المستشارين النفسين يعني دكتور يعني حذلك دي توصية من حضرتك يعني حذلك مثلا دي توصية لو واحد جاله اكتئاب أو جاله توطر أو جاله وسواس قهري أو جاله مثلا قلق يعني حذلك لو جاله حاجة زي كده ما يستقبرش ويقول إن أنا مش هروح لإني ممكن لازم يروح لأهل العلم لا أنا أنصح قبل لا يروح قبل لا يجيله شيء يعني مثلا الزوجة في بداية زواجها تماما تسأل المستشارين كيف ممكن أنا أمن حياة سعيدة مع زوجي ممتاز إيش اللي احتياجات المستشارين يعطوها الخطوات إلا تأمن لها حياة سعيدة مع زوجها حياة آمنة حتى الشباب الحقيقة يعني نتكلم فترة المراهقة أو فترة الثانوية يعني أتمنى أنه يراجع مستشاري يأخذ التعليمات النوهاو في في الحياة السعيدة العامنة لايف سايد عشان يتبعها أنت لازم تتبع برنامج قراءة برنامج روحي برنامج صحي غياظي برنامج لازم تعمل لنفسك برنامج نعم لازم لازم حتى لو قراءة قرآن حتى لو قراءة الجانب الروحاني هذا نسميه والجانب الاجتماعي دفع المنفس أي الجانب الاجتماعي أنه كيف أنا أبني علاقات جيدة الجانب الروحاني صلواتي وقرآني والتفكر وتأمل الجانب الغذائي إيش آكل إيش ما آكل آه هنا نقطة بقى مهمة جدا أنت فتحتها التوتر فيه ناس كتيرة جدا بتشتكي منه والاكتئاب بيشتكي منه أنا لما بيجي الاكتئاب ما باكلش هل ده صحيح؟ لا أبدا مو صحيح الأكتئاب الأكتئاب عنده أكتئاب فتلاقي تلاقيه مثلا بيفرق يا في الأكل أو في النوم أو في الخروج الزايد أو في السهر أو أو ممكن نحرف طيب معلش يا دكتور توصية أخيرة من حضرتك برضوك لمشاهدين تبصي القمر المشاهدين وعايزين نعرف الأعراض الاكتئاب اللي بيصاب باكتئاب ايه الأعراض اللي بتظهر عليه؟ الانطواء الانطواء يعني يبقى قاعد في عزلة أيوة ده واحد الحزن الحزن اتنين عدم الرغبة في أي شيء يعني مالوش حاجة في الحياة مالوش أي حاجة معرفش أي حاجة خالص ما يعملش أي حاجة عدم الرغبة في أي شيء ده ثلاثة أربعة العزلة الخوف من الناس الخوف من الناس أيوة أيوة خمسة الإحساس بالفشل الإحساس أنه فاشل فاشل ما بيقدر شامل حاجة في حاجة ثانية دكتور والله في حاجات كثيرة بس تعتمد طبعا من إنسان لإنسان كم يعني كل إنسان يعني الأمراض النفسية للأسف أنه لكل إنسان آلية معينة يعني حتى ما في تعريف شامل للعلم النفس يعني ما تقدر تطبق نظرية واحدة على حالة واحدة طيب طب لو عايزة أسأل حضرتك الاكتئاب بيصيب الفتيات أكتر من الرجالة؟ لا النسب متساوية النسب متساوية باللدين لأن في إحصائية كانوا بيقولوا أن الستات أكتر عرضة للاكتئاب وبيتعاملوا أبدا الستات أقل 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 لأن الستات الحقيقة أو الأنافي عندهم قلب مفتوح يفضفضوا البعض ويقولوا وينفعلوا على بعض فعندهم تفريغ للشحنات هذه السلبية الذكور لا اكتب الكتمان هذا هو مشكلة يمكن أنا كنت بشتغل مع فترة كده في الميديا مع أستاذة من لبنان أستاذة اسمها طبعا كل سنة هي طيبة يعني فرح أو فف مواطي من الشخصيات المحترمة اللي يمكن عمي لدى النهاردة كل سنة هي طيبة كنت أتكلم معها في أشياء كثيرة جدا بالنسبة للعرضة الأكثر عرضة للاكتئابا تقولك احنا عندنا حالات في لبنان حالات للاكتئاب كتيرة جدا فده برضو يعني بيصيب بيصيب الدول العربية بشكل مختلف ولا بيصيب العالم كله والله لا هو الدول العربية طبعا الحقيقة يمكن نسبة عالية نظرة للأحوال الاقتصادية نظرة للأحوال السياسية عدم يعني التنفيذ والتعبير عن حرية الرأي فهذه يعني يعني دكتور لو أنت عندك شحنات داخلية معرفتش تطلحها ده يعمل لك اكتئاب مباشرة معولى نعم فلازم الإنسان إذا شاف نفسه الحقيقة يعني مزاجه تعكر يعمل لي بيضغط لازم يفرغ الشحنات وتفريغ الشحنات خطوات إيه هي يبقى الخطوات الأول واحد أنه يقرر أنه تفريغ الشحنات يقرر أنه يفرغ الشحنات ثمين اثنين الحركة يتحرك ما يعودش لو قاعد يقف لو وقف يمشي يتحرك يمشي ما يخليش الغضب يسيطر عليه برضو ولا ملوش علاقة لا لا أو يفرغ الشحنات راح منه الغضب راحت منه الحالة النفسية فتفريغ الشحنات بالحركة مارسة الهواية الرياضيات أنا أقول الرياضة القراءة الحركة التي تلائمه ما أعمل حركة معينة يعني اختر الحاجة اللي هو بيحبها يعني أنا مثلاً إذا حسيت بيضغوط أحط أفلام أتفرج ستة سبعة أفلام ثمانية أفلام يسقف نحس غيري يقوم يصلي طول الليل يتعبت دي حاجة إيمانية إيمانية تمام أي أن كان بقى ديانته مسيحي بتاعته أيوة واحد ثالث لا يقوم يصبح طبعاً بدون أنا أتكلم عن جميع الديانات واحد يحب أنه يروح يقابل أصحابه فيخرج يتحرك اتحرك عشان تبعد عن الاكتئاب نعم دي توصيات حضرتك بالنسبة لمريض الاكتئاب نعم طيب عايزين برضو لو عايزين نعرف الوسواس القهري الوسواس القهري ده عرض أم مرض مرض الوسواس القهري مرض نعم يعني مش أعراض زي القلق يعني هو يبدأ بالقلق بعدين يكبر الوسواس هذا في دماغه فيصير مسيطر على دماغه الوسواس القهري هو ما يقدر يسيطر على السلوك آه ما يقدرش يسيطر احنا في نقطة مهمة لازم أقولها في عندنا وسواس قاهري وفي عندنا دماغ بشري إن الوسواس تحكم في الدماغ أنتهى الموضوع الإنسان دخل في مرحلة مرضية مستعصية إذا الدماغ تحكم في الوسواس القاهري يمكن ساعاته يفك طيب إمتى يتحكم فيها ما ممكن يسيطر عليه بشكل مختلف يعني مثلاً أنه يفكر في حاجة في الوسواس القاهري ده مثلاً ممكن واحد مثلاً يقولك أنا بخسن إيدي في اليوم 100 مرة هل ده وسواس قاهري؟ يعني وسواس بس مش قاهري بس مش قاهري يعني وسواس بس عنده وسواس يقولك ليه أنا عندي فوبيا إن أنا ما أسلبش على حد قبل ما يظهر فيروس كورونا أو بتاعه أو عندي فوبيا إن أنا أسلم على حد أو أبوس حد أو أخد حد بالحضنة أقولك لا أنا ما حبش التلامس بينه وبين أي حد فهل ده فعلا لما تبقى في طبيعته في الحياة هل ده يقال عليه نوع وسواس ولا وسواس قهر يعني إحنا هل نتكلم بكل بساطة هو اللي عنده الوسواس للمراحل هذه إنه مثلا ما يسلم أحد أو يخاف من يشرب في كباية بره بيته خلينا نقول فيما إذا شرب أو سلم صافحها أحد هل يعني ترجع له مشكلة وش المشكلة ترجع فهنا لو حاور ذاته تخلص من هذه الحالة لأنه راح يسأل إلى نتيجة يعني سلبية طيب يمكن أنا عايز حضرتك بردوك يعني تقولي بقى نطلع بقى من الوسواس قهر شوية ونطلع من الاكتئاب ونطلع من القلق وعايزين بقى يعني ندعي ونقول إن نتكلم النهاردة إحنا المرض زي ده النهاردة ونقول للناس إن الجوامع والمساجد والكنائس ومكة والحرم كل ده أفل فإحنا عايزين نوصل رسالة للناس الناس دي لو شايفة إن المرض مش مسيطر على العالم كله ما كانتش خدت القرار الصحيح يعني الحكومة ومنظمة الصحة العالمية خدت نفس القرار لإني ناس كتيرة جدا متأزية من يقولك إن المكة أفلت الحرم أفلت إحنا عايزين بردوك نوصل رسالة بوعية وثقافة للناس نقولهم إن دي إرشادات حكومة والإرشادات ووزارة الصحة شايفة إن ده صح وخايفة على السلامة البشرية السلامة البشرية للمواطنين إنت شايف إيه من القرارات اللي بتاعها أنا أقول لو القرار الشخصي كان طلع من مثلا سي محمد أو أحمد تمام ممكن إننا ننظر فيه وممكن إننا ندخل في دائرة تغيير القرار تغيير تمام بس إذا اجتمعوا حقيقة خبراء وعلماء وفلاسفة علم النفس بالإضافة إلى الحكومات والساسة في إنه هذا الخطوات الوحيدة التي تسلم فيها الشعوب والناس يعني هم القرارات اللي خدوها أفهم من كلام هذا لك القرارات اللي خدوها ما أخذوها عشوائي آه دي كانت قرارات طلعة قاعدت رجال الدين وقاعدوا فقهاء وصموا ناس مثقفة وقاعدوا رجال الحكومة يمكن الحكومة كانت خدت القرار وعبقرت الطب جاعة وعبقرت الطب وخدوا مزارة الصحة العالمية تكلموا في هذا الموضوع إن ده إحنا عندنا سلامة المواطن قبل كل شيء قبل الفلوس قبل الاقتصاد قبل أي حاجة إحنا ممكن ممكن نستحمل شوية ولكن عشان في أقرب وقت فضل الله إحنا أنتوا شايفين يعني بلاد الغرب كلها إيطاليا أسبانيا ألمانيا فرنسا كل البلاد أمريكا اللي هي مسيطرة على العالم كله دلوقتي مش عارفة تسيطر على المرض يا دكتور يعني دلوقتي المرض دلوقتي منتشر في البلاد الثاني إحنا الحمد لله فضل الله إحنا من الدول الأقل نسبيا في تسجيل الإصابات فإحنا بنحمد ربنا إن إحنا بقى عندنا وعي مختلف تماما وعندنا ثقافة مختلفة جدا الشعب المصري بقى عنده ثقافة مختلفة بقى عنده وعي كافي يعني فيه توعيات الإعلام قايم بدوره كويس جدا أنا شايف ويمكن عايزة أبعت رسالة يمكن للشعب المصري العظيم اللي أثبت للعالم كله حرصه على ممارسة الدموقراطية في أروع صورة له وضرب جميع المخططات التي كانت تواجه الدولة المصرية سواء كانت بقى أنتوا عارفين من أي شيء كان حابب يعمل حاجات مش كويسة في الدولة المصرية ولكن الشعب ده أنا بس عايزة أفكر الشعب إن ده وقف في محن كتير جدا ووقف كتير جدا ضد أي ضد الإخوان ضد أي حد كان بيفكر يهدم الدولة المصرية ولكن كان الشعب واقف ثم الجيش واقف وتحية كبيرة الرئيس عفتاح السيسي لأنه فعلا كان قادر راجل حكيم بيقدر ياخد قرارات صحيحة لأنه فعلا بجد وصل مصر بشكل مختلف لمكان تاني وأنا من مكاني أمو منبري الإعلامي بشكر فعلا رئيس السيسي أنا برجع لك تاني يا دكتور يعني الناس تقول بالوقت إن ده قرارات من فقهاء وناس مصقفة إن خدت قرارات بواقف ده عشان سلامة المواطن صح؟ نعم ومن أكبر عباقرة وعلماء النفس وخبراءها ومستشارينها لو إحنا نقول إنه والله منطقة واحدة مثلا منطقة الخليج ولا منطقة أفريقيا ولا دول أمريكا اللاتينية اتخذت القرار هذا ممكن إحنا يعني ما نهتم بس إذا كان الكرة الأرضية لكون كله استجاب لهذا الموضوع وبيّن صعوبته وبيّن خطره فما رح نكون أفضل منه خنا نكون واقعين يعني صحيح طيب يمكن يا دكتور عندنا أسئلة برضوك بالنسبة للوسواس القهري برضوك الوسواس القهري بيربطوا علاقة بالاكتئاب والتوتر والقلق شوف هو الأمراض النفسية أنا شبهها بالاسفنجة بس يعني تجيك حالة واحدة فتبدأ تجر السلوكيات يعني لو جالك حالة واحدة من القلق مثلا تسحب معاك تسحب توصل إلى أمراض مستعصية توصل إلى تأثير على الجهاز البدني الجسم وتصل إلى مراحل انتحار ممكن نقدر الله أي فنحن نقول يعني بلاشي بلاشي تعطي الحالة النفسية أكبر من حاجمها طيب خليني أروح لك في نقطة مهمة جدا يا دكتور العلاج العلاج بالنسبة لمريض الاكتئاب الكورس اللي بياخده حدق مثلا بتكتب لمريض مثلا كورس يمشى على حاجة معيادة هل العلاج ده بيستمر الفترة طويلة لمريض الاكتئاب ولا هو لازم يعمل خطوات معينة يساعدك من العلاج أنا شايف أن مرضى النفسيين بيكتبوا علاج فهل العلاج ده بياخد فترة طويلة معاه ولا هو لازم المريض يساعد الدكتور على العلاج اللي هو بالدهول لا هو ياخد البرنامج الكورس الطبي بجانب الكورس إرشادي مع مستشار إرشادي فيه متابعة يا دكتور فيه متابعة أيوة يعني ما راح يكرر ولا راح يدمن على الأدوية اللي كتبلوية في العلاج الكتئاب طب المريض الاكتئاب إيه أصعب حاجة بتوجهه يا دكتور كدكتور بيجي لك المريض أصعب حاجة توجهه إيه؟ أصعب حاجة إنه اللي حواليه ما يشعره فيه ما يشعره فيه اللي حواليه ما يشعرهش به تمام ويقلل من الحالة اللي هو يعاني منها يعني ما يعرفوش قدراته مثلا دكتور ما يعرفوش معاناته ومش قدراته معاناته فالمفروض أنت تحتضن مريض الاكتاب وتبدأ تمشي معاه على هوا إلى أن يأتك فيك وأيضا تقدر توصل له المسيج حق العلاج آه أي يعني بيبقى فيه متابعة دورية لازم لازم لا تسيبوش لا ضروري طيب أنت بتواجه مشاكل بقى كدكتور بقى بتواجه مشاكل مع المرضى بتاعتك مرضى الاكتاب يعني بيحصل لك مشاكل مثلا حد بيجي لك أنت كدكتور بيجي لك مثلا بالليل خلاص ده وصل حالة صعبة وانت هل فيه مشكلة بيمكن تواجهك كدكتور مع مريض لا أنا ما تواجهني مشاكل الحقيقة لأني أعرف الحالة وأعرف تحاول معها تعرف تتعامل مع الحالة بس يعني هو مريض الاكتئاب أو المريض النفسي إذا شعر بالأمان مع المستشار اللي بيتعالج عنده هيخف هيخف تمام أي يعني هيعفى أي خلاص تمام هل ده صحيح؟ هو فيه علاقة أيها فيه علاقة بينهم أي لأن كل الخلايا الذهنية كلها مرتبطة بعض مرتبطة بعض مخ وعصاب ودماغ الخلايا الذهنية إلا تشكل السلوك يعني هما مرتبطين ببعض مرتبطين يعني نخل العصاب معترب بالنفساني طب يا دكتور يعني إمتى يتعامل الشخص المريض إمتى نتعامل معه إحنا كفي البيت نتعامل بشخص مريض اكتئاب نتعامل معه إزاي عشان برضو ما نحسش إن إحنا تطفلنا عليه أو إن إحنا بنحاول إن إحنا نقل منه بشكل مختلف أو نحاول نهزر معه بشكل هل مريض الاكتئاب ليه معاملة سلوكية في البيت؟ نعم له معاملة سلوكية ويجب أن حوالين المريض يكونوا يستشيروا مستشار نفسي يتعاملوا معه إزاي يا دكتور؟ التوصيات هو يعطيهم التوصيات المناسبة للحالة تمام يعني هما يتواصلوا مع الطبيب إنه هما يقولوا له إنه ده يتعاملوا معه كذا 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 نعم هذا إلا أنت علشته كيف نتعامل معه فهو يعرف نوع الحالة طيب أنا عايز أسألك بقى سؤال يمكن أنت شايف مصر النهاردة في 2020 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يمكن عدة مشاريع بشكل مختلف تماماً أنا نطلع برضك عن جول اكتئاب شوية بشكل مختلف رئيس السيسي النهاردة يمكن مهتم بالشباب إن شاء الله بإذن الله ربنا يساهل ربه وربنا يعفل العالم كله الإسلامي والعالم كله من الوباء الحدث علينا ده والي حط على العالم كله إن شاء الله بإذن الله مصر تبقى خالية إن شاء الله من كورونا في أقرب وقت بإذن الله يمكن رئيس السيسي في عدة مبادرات وعدة محاول أساسية يمكن من أفريقيا لأمريكا الأماكن كثيرة جداً جداً تعامل بشكل مختلف تماماً مع القضية بتاعة سد النهضة بشكل مختلف تعامل بشكل مختلف كداً في مصر في كل شيء لو تكلمنا النهاردة أنت شايف مصر إزاي بما إنك سعودي الجنسية وبتحب مصر ودايماً عندك بيزنس هنا في مصر شايف مصر النهاردة 2020 في عدد الرئيس عفتاح السيسي الزي والله أول شيء أنا حيي الرئيس السيدي والمجلس الوزراء كامل وحيي الشعب المصري وأهني بالرئيس السيسي الحقيقة يعني لمسات الرئيس السيسي موجودة ملموسة ما هي مجرد مساري على ورق لا احنا أصبحنا نشوف نقلة مصر نعلم نقلة مصر نقلة كبيرة إيجابية و اتمنى لهم التوفيق و اتمنى لرئيس دوم الصحة و العافية و الازدار لمصر و ان شاء الله يعني انا اعتقادي في خمس سنوات القادمة مصر راح تتغير بنسبة 180 درجة ان شاء الله انت كسعودي بتقول ان شاء الله باذن الله مصر نعم لانه ما استلم الرئيس السيسي الدولة الا و احنا بنشوف مشاريع و ده حقيقة ايوه انا عايز اقول لك حاجة دكتور فعلا الراجل ده بجد بيشتغل بيحب البلد قوي و بيشتغل بكل قوة يعني و يمكن لدرجة انه عايز يطلع بمصر يمكن بمكانة تانية جدا يمكن المشروع بيه رئيس السيسي بينفذ يقول المشروع و الحكومة المصرية طبعا و تحية اجلال و تقدير للحكومة المصرية لان الحكومة فعلا بتاخد عدة قرارات و بتنفس قرارات يعني بجد في مصر مختلفة تماما و يمكن كل واحد قاين بدوره على اكمل وجه برضك و عايز اشكر وزيرة الصحة الدكتورة هلزايد لانها فعلا بتشتغل بجد يمكن فيروس زي فيروس كورونا ده ده راحة ايطاليا راحة الصين راحة الاماكن دي بجد انا بشكرها تحية اجلال و تقدير لها لانها فعلا بجد بتشتغل و ست يعني انا يا دكتور من نصير الستة المرأة يعني المرأة بالنسبة لي يمكن فعلا قد التحدي يعني عندنا النهاردة في مصر بنشوف المرأة شغلت جميع المناصب مرأة في القضاء و مرأة في الشرطة و مرأة في الطب مرأة في المجلس النواب يعني يمكن النهاردة انا فعلا بحيي الدكتورة مها زي التاني لانها فعلا بتشتغل شغل ويمكن عايز بس سبعة رسالة صغيرة لليجماع والشباب اللي بيستظرفوا يعني يمكن احنا عندنا لازم عندنا وعي كافي احنا عندنا وزيرة تمثل دولة زي مصر الدولة المصرية ما ينفعش ان احنا احنا كشباب مصريين نعمل اي اهانة لأي عنصر بشري او اي عنصر يمثل الدولة المصرية ايا كان ان هو مين لان الناس دي فعلا بتشتغل من حبهم لمصر طيب خلينا ارجع لك تاني يا دكتور وقول لك خليني لو سمعت تفضل كل ما في حق مصر حقيقة يعني جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا ما حد ينكر فضلها على مستوى العالم كله صحيح سواء في الحاضر او في المستقبل او في الماضي مصر الحقيقة دائما بلد موطاة بلد حاضنة للعالم العربي والاسلامي بجميع طيافه ودياناته فاسأل الله التوفيق ان شاء الله والازحار لها بإذن الله ان شاء الله خليني بقى اروح لك وقولك هادك بتنزل مصر على طول التعامل مع المصريين قل لي تتعامل ازاي مع المصريين والله انا التعامل مع المصريين هل بتحس في اختلاف عن السعودية في اختلاف مع تعامل السعوديين والمصريين مع بعض ولا أنت بتحب الشعب المصري لا هو فيه اختلاف السعودين أول خليجي بشكل عام يعني روح الفكاهة في التعامل ما هي موجودة أو موجودة بالنسبة طائلة ده الخليج الخليج الشعب المصري روح الفكاهة من المطار إلى المطار من المطار إلى المطار حد ما ترجع أيها سواء عند أطباء مؤتمرات نحضرها سواء فيه حاجات شخصية يعني شعب يحسسك أنك في بلده أنك في بلدك وأنه أهلك اللي موجود فيه وهذا الشعور ما تجده في العالم كله إلا في مصر آه يعني أنت ينسوك الكتئاب مش ينسوك الكتئاب ما يحسوك أنك غريب أصلا في وسط أهلك يعني بقى لك كتير بتنزل مصر يا دكتور أي والله بقى لهم من عام السبعي آخر السبعينات اللي الآن هنا أنا أحب مصر الصراحة إيه اللي شدك لمصر إنك تحبها؟ البساطة البساطة وخفة الدم والإيجابية مصر يعني يعني أمكان عندها نقسمنا الإيجابية بسمين فالنصة الإيجابية أو التلتانة الإيجابية في مصر والتلت متوزع لبقية العالم طيب رسالة من حضرتك عشان الوقت بتاعنا بيدهمنا وخلصنا وطبعا أنا بشكرك جدا يعني بشكرك جدا 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 يا دكتور صالح نفيسي استشاري علم النفس ورئيس مركز فيدال الراحة الزهنية أنا بشكرك جدا جدا يا فندم وعايزة رسالة من حضرتك للشعب عجالة للشعب المصري تقول لهم إيه بالنسبة برضو لفيروس كورونا شعب المصري أنا أول شيء بلكمات حضرتك أبارك لهم على المستوى اللي وصلوا فيه من الحضارة ومن التطور في مجال الصناعة ومجال المشاريع التنموية من ناحية ثانية أنا أبشرهم منه إن شاء الله هذا موضوع الكورونا يعني فترة وراح تعدي وقريبا راح تعدي فما في الداعي للهلع لكن أرجع أكد الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الإرشادات الإرشادات إحنا جايبين قحولة وإن شاء الله ربنا يعني يعدي هذه الأزمة على خير ونرجع نتعايش ونشوفكم في الحرمين الشريفين بإذن الله إن شاء الله بإذن الله دكتور وأنا يعني بنضم الرسالة لك أنا بشكرك جدا يا دكتور أعزائي المشاهدين يمكن الحق بيظهر في كل شيء يمكن دكتور صالح النفيزيك إن النهاردة بيتكلم عن المصريين بشكل مختلف ومش دكتور صالح بس في ناس كتيرة جدا عرب بيتكلموا على مصر بشكل مختلف مصر اللي صدرت الإسلام مصر أم الدنيا اللي بيجي فعلا من مصر أنا أمكن كان معايا حلقة كان معايا حد بشتغل هو كان في أمريكا وبقاله 40 سنة وكنا بنتحور معاه بشتغل في التلفزيون الأمريكي قال أنا ما شفتش بلد وأنا بعمل توعية لصحابي بشكل مختلف عن مصر لصحابي اللي هم من جميع الدول وطبعا أنا بشكر مشاهدين القرام ويمكن دي كانت حلقتنا وانتظرونا إن شاء الله في حلقات تانية من برنامج مصر المحروصة تسبح على خير موسيقى